طيب قبل ما ندخل في الملفات دي خلينا استعرض معك يعني مجموعة من أهم أخبارنا النهاردة منها طبعاً اللي يعلق بالأهلي ومنها اللي يعلق بالمنتخب ومنها اللي يعلق بمسابقة الدوري والإعلان عن القرعة وبداية الانطلاق خلينا أبدأ بأخبار الأهلي والكلام طبعاً على العائدون من الإصابة احنا طبعاً ختبنا المسم ده ويمكن كانوا اتنين من أكتر اللعيبة تأثير ومشاركة مع الأهلي لولا الإصابة اللي حرمتنا منهم بقية المسم الكلام على أكرم توفيق وعلى كريم فؤاد وأكرم تحديداً حالياً بيخود تدريبات منفردة كابتر عمر عشان يحاول يلحق يدخل مع الفريق في فترة الأعداد بتاعته أمور السلية مطمئنة جداً وإن شاء الله هيبدأ فترة أعداد متولي فك الجبس بتاعه كريم يعني في المراحل النهائية من البرنامج التأهيلي بتاعه شايف إزاي عودة الأسماء اللي غابت عن نادي الأهلي المسم الأخير بسبب الإصابة والإضافة اللي ممكن تكون على سكواد الأهلي في المسم الجديد بس سوز أحمد أول حاجة لعبة النادي الأهلي تلاحم المواسم وضغط المباراة اللي كانت كل 3 يام مباراة خدنا وقت بقى كبير قوي إن احنا نشوف لعبتنا مستريحة الجزء اللي خد الأجازة بتاعت الـ 21 يوم والجزء اللي بيأهل نفسه عشان يخش مع اللعبة في فترة الأعداد أكرم كنت بتعمل فترة يعني في الوقت بتلع فيك الأهلي بيعمل فترات الأعداد بره صح؟ كلها ببره كلها ببره خمس سنين كل قبل مسم أهلي يطلع 90% كنا في ألمانيا 90% في ألمانيا في الوقت ده كانوا أغلب المديريين فانيين ألماني لا كان أول سنتين ألان هاريس بعد كد تاني سنة وثالث سنة ثالث سنة ورابع سنة هولمان رابع سنة تسوبل جوز ألماني وجوز إنجليز بس كانت معسكرات الأهلي بيحب المدرسة الألمانية نحن مره من ضمن المعسكرات اللي نحن سفرناها في معسكر فيم كان أول سنة الهولمان وكن كلنا يعني غرب عنه كان التقرير اللي مكتوبة عن اللعيبة من ألان هاريس هو كان مش بياخد بيها يعني بس بيقرها بس فعمر مباراة وهو ده في قط اللبسي بيقول لنا جماعة أنتوا هتلعبوا في رئة هامبورج وخلوا بالكو ده تالت الدور الألماني فأنا لو خسرته خمسة ستة ما تزعلوش إحنا زعينا وإحنا فيهو بيأهلكم نفسيا زي يقول كده إحنا إحنا جوا نفسيا زي يقول كده إحنا ناد الأهلي إحنا مدين الفني اللي جاي يقول لنا نشيله خمسة ستة ما تزعلوش شوت الأولاني اتنين سفر الأهلي كوشري وفليكس هو طبعا عاد بره مش شهر مش مقال جالوا عروض بعض المباراة دي وكان لسه ماسك ناد الأهلي بقاله شهرين ثلاثة يعني يمكن أنا كان لها نصيب أن أنا عبدالتش كوف نجن بالغارية وقد تم أدي أداء يعني أكثر مرات عناد اتعدنا اتنين اتنين بعدما غير الفرقة شوت الثاني كله يجرب بقى أو ينزل علاقة جرب بقى خلاص تغر بقى عارف أن في الأول ده كندا ما يقولش معنا خالص لعيب تنادي الأهلي قصة المعسكرات الخارجية دي تحرمت منها الفرقة لسنين طويلة جدا يمكن السنة دي فيه تركيز لسه بنقول تلاحهم المواسم دي خلت النادي الأهلي حتى تاني لا معسكرات داخلية ولا خارجية ولا خارجية حتى انت حتى فترة الأعداد اللي جي فيها مرس الكولر هو عمل ايه عمل اليوم الطويل جوالنادي الأهلي ما عملش معسكرات مغلقة عمل اليوم الطويل بس بتفرق كابتن في بداية موسلم يعني انها الفرقة تبقى قفل على نفسها المدير الفني بيشتغل معها 24-7 او 24-7 انت بتعمل القصة كلها شغل واعداد للموسلم انت بتعمل خطة زمنية في الشغل بتبتدي اتشغل معرفة المتشاط اللي هتعملها فترة الأعداد هتوصل للعيبة لدرجة 80% لغاية ما يخش او 70% لغاية ما يوصل للمباراة الودية بتجيب المية في المية بيصحح أخطاءه من البطولة دية الراجل في الفترة دي كلها كان بيصحح أخطاءه تشافه يعني كولر حتى لو هو ماسك النادي الأهلي بيصحح الأخطاءه تشاف ما عنديش وقت ما عنديش وقت دلوقتي أنا عندي وقت أعمل حاجة باقي هي الطرق الجديدة اللي أهلي يلعب بيها احنا كلنا شوفنا طريطة 4-1 اللي هو نفذها يعني زي زمان ميستر فايتسا مجي عالج الكرة المصرية وقال لك 3-5-2 كلنا استغربنا ايه اللي بيلعب سرد باكين دلوقتي الراجل بيشتغل على الوراء 4-3-3 وفي الملعب وفي التنفيذ 4-1-4-1 مين اللي نجح له دي أحد أفكاره مين اللي كان نفسه الأهلي يلعب 4-1-4-1 أنا وأنا طبعا يا هلق الحاجة يعني مين بقى اللي نجح حاله مروان عطي يعني الحتة دي الواحد ده اللي يقدر يسر لوراء الأربعة يعني يربط بين ما بين عبد المنع مياسر أو متولي أو الأسماء اللي موجودة بتلع في الحتة أورامي ربيعة مع الليبرو المقلوب اللي هو كان بيعملها منو الجوزي في وجود فشام غالي ودلوقتي بقى بيعملها كولر في موجود مروان وشوفنا تحرير لعيب الارتكاز التالي اللي كان في الأول حمدي وكان ليه أدوار هجومات جدا 6 بقى 8 وبعدين ديانج ما بص 6 اللي هو حمدي فتحي بقى 8 والغريب أن 8 هو اللي بقى 6 مروان في الاتحاد كان هو 8 رجع لستة فالمركزية والروتشن اللي بيعملوا الراجل ظاهر قوي شوفنا قالو ديانج مع تاو شوفنا حسين الشحات مع علي معلول شوفنا الربط شوفنا القندوس شوفنا أفشا شوفنا حاجة كتير